السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ويا مولانا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك تبارك وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صلي على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد تخيالوا يا إخواني في الله تخيالوا لو في بردامج من برامج التوكشو كبيرة المشهورة المعروفة جاء بيكلموا عن مرشح من أكبر المرشحين العلمانيين لرئاسة جمهورية مصر في الفترة القادمة وهم بيتحوروا مع واحد بخصوص المرشح ده فجأة الرجل ده قال والمرشح ده فلان مال ومال السياسة هو فلان ده يعرف ايه في السياسة هو فلان ده يفهم ايه في السياسة تخيلوا الدنيا هتتقلب قد ايه المزيعة والمزيعة بتوى بردامج التوك شو هيتقلب وقد ايه أنصار هذا المرشح وكل الجرائد والبرامج هتتقلب قد ايه لمجرد انه قال على واحد مرشح للرئاسة هو مال ومال السياسة سبحان الله في موقف من مواقف الهستيريا العلمانية اللي أصبحت هذه الأيام مواقفها كل يوم بل كل ساعة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت في موقف من مواقفها ييجي في برنامج من برامج إعلام مصر المسلمة علماني وضيع ييجي وهو بيتكلم مع واحد من الطيار الإسلامي يقول له وربنا ماله ومال السياسة مش بيقول مرشح ده بيقول وربنا ماله ومال السياسة والمزيع بتاعت البرنامج ولك الناس سمعت حاجة وفي مصر المسلمة تقال هذه الكلمة في الإعلام في الإعلام جهارا أمام الناس كلها ولا كإن شيء تقال للأسف الشديد يعني لما دي تتقال على مرشح علماني الدنيا تتقلب لما تقال على الله الملك خلق الكون ولا يحصل أي حاجة قال تعالى ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا ربنا ماله مال السياسة وروح وزمانه الوقت بيأكل أو بيشرب أو نايم لا يلقي لها بالا ربنا يتوب علينا جميعا يلقى بها في النار سبعين خريفا ربنا يتوب على عصات المسلمين جميعا في موقف تاني من وقف الهسترية لسه يعني لسه الآن ست أحزاب من الأحزاب الغير إسلامية تضمنت مع بعض وعملت حزب واحد ولما سئلوا طب هما بيعملوا التضامن بتاع ست أحزاب أول مرة العلمانيين يتضمنوا مع بعض بالمنظر ده قالك عشان نقدر نقف وش الإسلاميين يعني هي كده عشان نقدر نقف وش الإسلاميين قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا بسوء واتبعوا رضوان الله قال تعالى فكيدوني جميعا من ست أحزاب خلوهم ستمة حزب خلوهم الدنيا خلوهم كل أحزاب العلمانية على وجه الأرض فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلتوا على الله في موقف تاني من الموقف الهسترية اللي بقت متتابعة يا إخواني هسترية هيجن جنونهم ما هماش عارفين يعملوا إيه في موقف تاني يتحولوا فجأة من المدعالة الديمقراطية والمنادين بالديمقراطية إلى أعداء الديمقراطية إلى طلاب الدكتاتورية إلى أعداء الشعب إلى أعداء الانتخابات ويعملوا صورة يسموها صورة الغضب طب غضب ليه؟ عايزين الحريات السياسية؟ لا ده عايزين يعدموا الحريات السياسية عايزين يلغوا رأي الشعب في وضع الدستور القادم سبحان الله يعني كأن بالعلمانيين الوقت بيقولوا اقتلوا الإسلاميين أو اطرحوهم أرضا يخلوا لكم وجه الشعب المصري وتكونوا من بعدهم قوما ديمقراطيين ونسوا أن الله غالب على أمره ولكن العلمانيين لا يعلمون يعني بشرة لكل يعني من يعني ينافح عن العلمانية ويحارب شرع الله سبحانه وتعالى الإسلام اللي اكتسح العلمانية في الثمانينيات للي كان أيامها فاكر الإسلام اللي اكتسح الشعوعية في السبعينات الإسلام اللي اكتسح الليبرالية في الأربعينيات لحد ما لقوش حل غير النومي قتله حسن البنة أيامها الإسلام اللي اكتسح النصرانية المحرفة وجميع فلسفات شمال إفريقيا والعراق والشام واكتسح كل كل فكر منحرف في هذه البقعة الرهيبة في نصف العالم أو في سلسل العالم الإسلام عمره ما تهزم في معركة فكرية أبدا لو أنتم فاكرين أنكم هتغلبوا دين ربنا يبقى أنتم في هستيريا من الهستيريات بتاعتكم قال تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه الهستيريا الجديدة إحنا النخبة إحنا النخبة بيفكروني لما كنا يجبوا لنا حالات في المستشفى حد عنده شيزوفرينيا يقولك أنا المهدي أنا المهدي خلاص هو يعني اختل ومعتقد أنه كده إحنا النخبة مين اللي نخببكم إن شاء الله فكروني يعني كان زمان في قصة كده عن جوحة أنه حبي يبيع الباب بتاع بيته فحط فيه اتنين كيلو كباب جواه وقعد يقنع الناس يقول لهم لو قلتوا للباب ده يا باب هات كباب الباب يجيب كباب على طول والباب يطلع الكباب اللي جوحة حطه فيه فلما واحد اشتراب مبلغ ضخم جدا فحدي يقول يا باب هات كباب يا باب هات كباب مفيش الباب ما بيجيبش كباب هي نفس القصة هم قاعدين جايبين لنا حلول مستوردة من الغرب يا علمانية هاتي كباب يا لبرالية هاتي كباب والله لو قعدوا مين سنة لو اللبرالية حكمت مصر تلاتة وتلاتين سنة قبل كده وفشلت لو قعدت تلتمية وتلاتين سنة عبرها ما أجيب كباب مش هيجيبوا غير الفقر والهم للمجتمع المصري احنا النخبة إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه يعني ايه ما هم ببالغيه ربنا بيقول لكم علمانيين مش هتوصلوا والله ما هتوصلوا والله ما انتوا هتبلغوا حاجة من أحلامكم اللي عاديين تخططوا لها وأمريكا عادة تخطط لها من هناك وتقول كلكم التخططات بتاعة ولا إن في صدورهم إلا كبر بطلوا كبر حرام ده احنا شايفين اللي بيحصل في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا كان ضافر واحد من ضوافر رئيس النظام السابق لو ربنا كان صلطوا علينا شوفوا كان حصل لنا ايه مين اللي حمانا وحفظنا ورفعنا في الدنيا كلها وحمى الصورة وأفقط النظام غير ربنا جاينا النهاردة نقول ربنا مالوش في السياسة قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحان الله رئيس الجمهورية السابق قعد تلاتين سنة رئيس دولة وأبلها حوالي عشرين سنة رئيس القوة الجوية ورئيس المدرسة الجوية خمسين سنة ملك خمسين سنة لو دخل تورا لنهاردة ليلة وحدة وسؤل بعد خمسة وحدة في تورا يا رئيس الجمهورية يا مالك خمسين سنة هلذقت ملكا قط هيقول لا والله يا شعب مصر النبي قال هلنا ان اشد الناس نعيما يوم القيامة لو غمس غمسة في عذاب اللي يوم القيامة وقيل له الفقت نعيما قط لقال لا والله يا رب انتو مش خايفين من ربنا انتو ربنا ورأكوا آية قدام عينيكو مش خايفين يا من يا من حكم الجاهلية يا بغون عايزينا نمشي ورا مين ورا فرنسا اللي حرمت الحجاب ان بنت عندها خمستاشر سنة تدخل مدرسة سنة وبحجاب حرمته ده غير انها حرمت النقاب قانونا في الشارع ده موضوع تاني اشرب على الرسم حرم انه يدخل بيه مدرسة فرنسا عشان لما قلت قبل كده ان الليبرالية هيخلوا النساء يخلاقوا الحجاب فقالوا ايه ده انا مش عارف الليبرالية خالص لا يا حبيبي الكلام اللي على الورق ما انتو خلفتوا كل الكلام اللي على الورق انا بتكلم على كلام العاملي فرنسا ايه فرنسا الكعبة بتاعت الليبرالية في الارض ايه منع الحجاب من المدرس بتعاعت على بنت عندها اربعتاشر سنة او تلتاشر او تلتاشر سنة سبحان الله العظيم انتو عايزين ايه عايزين نبقى زي امريكا عايزين نبقى زي امريكا اللي العلاقات بين الجنسين هناك تي كوي واللي الاجهاض بيبدأ من سنة اربعتاشر سنة البنات تروح تجد نفسها واللي الصروة مركزة في كل من الشعب كله عايزين نبقى زي امريكا اللي اكبر نسبة بلطاجة وجريمة في العالم كله عايزين نبقى زي السويدة اللي اكبر نسبة انتحار في العالم عايزين نبقى زي فرنسا اللي باسم الليبرالية والتحررية منع الحجاب وبحاربة دين ربنا عايزين نبقى زي مين عايزين نبقى زي مين عايزين نبقى ما فيش اي سياسة غير الاسلام نجحت على وجه الارض يا اخوانا عبر التاريخ والان ولا السياسة ولا مذهب سياسي إلا فشل فشل زريع مريع لا يوجد إلا أنظام واحد نجح في تاريخ البشرية كله هو الإسلام هو دين ربنا سبحانه وتعالى عايزين توصلونا لفين يا أخواننا عايزين نستايكوز العلمانيين مرعوبين ليه الهستيريا بدأت تزيد الأيام دي ليه عارفين ليه يا جماعة عارفين العلمانيين مرعوبين ليه عارفين السبب الحقيقي سبحان الله العظيم لما طلبوا تأجيل الانتخابات أول مرة من كذا شهر وفعلا تأجلت أو يعني من أسبوع طويلة وفعلا تأجلت قلت سبحان الله دا الانتخابات بعد عشر طيام من رمضان يوم اتناشر تسعة يا إلهي هو دا اللي رعبهم إنهم فاهمين إن الرمضان أقوى من العلمانيين هيعملوا إيه في رمضان مفيش حاجة هتقدر تقاوم قوة إيقاظ رمضان للأمة بعدها الأمة هتخرج بعد اليقظة الرمضانية تختار إما الإسلام وإما العلمانية الأمة ترى تختار إيه يا جماعة سبحانه الله عشر كدهما مرعوبين مرعوبين ليه لو عايزين تعرفوا العلمانيين مرعوبين ليه لو عايزين تعرفوا الهستيريا اللي هم فيها دا فقدوا عقله والله أنا يعني كنت بكلم على شيخ مصعد أنور فحاجة كنت عايز أعلى عليها كاريكاتير معين قال لي بلاش يعني خدت بنصيحته بلاش أنا حاس إنه خلاص فقدوا عقلهم معدوش عارفين يعملوا إيه معدش عندهم سيطرة على ألفاظهم ولا على كلماتهم حرب بصراح لدين الله سبحانه وتعالى كل دا ليه اقروا الآية دا معاها وانت تعرفوا كل دا ليه قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يعني استنى شهر دا رمضان دا شهر يا جماعة رمضان دا مش خطبة ولا درس في قناة فضائية إسلامية الناس هتسمحها وتدخل من هنا وتطلع من هنا دا رمضان دا شهر شهر يعني فرصة للتغيير يعني فرصة للأمة كلها تتغير في كلية الشرطة يجيبوا الطلبة الأول يحطهم في معسكر 45 يوم ليه يقولك لازم يتعودوا على نظام جديد قبل ما يدخلوا الكلية عشان يقدروا يتحملوا الحياة الجديدة اه بالضبط كده رمضان دا نقلة للأمة كلها برامج التوكسيو مش هتعرف تعمل فيه حاجة الهوس الإعلام اللي بيعملوه يلهو الناس عن الدين بأخبار سياسية مفتعلة مش هقدر تعمل حاجة شهر دا شهر كامل يعني الأمة ممكن تتغير رمضان من الرامض اللي هو الحرق والكوي هيكوي الشهوات اللي في القلوب هيكوي الأمراض اللي في القلوب يعني ايه يعني القلوب المسلمين هتنضب فيه يعني ايه يعني هيعرفوا يتحكموا في الناس بايه هيعرفوا يبعدوا الناس عن الدين بايه الذي أنزل فيه القرآن القرآن دا البداية القرآن دا بداية كل فتح في الأمة يعني رمضان دا كان البداية يعني يا أخوانا رمضان دا كان بداية كل حاجة بيصرفوا الوقت مليارات عشان يضيعوها في الامة كان بداية الخلافة اللي حكمت نص الارض كان بداية الحضارة الاسلامية اللي عمر ما حضارة في التاريخ حصلت زياء كان بداية التربية للصحابة مصعب وسلمان وعمار كان بداية الفتحات كانت بداية الغزوات ويعني رمضان ممكن يبقى بداية تانية للامة عشان كنا مرعوبين يا اخوانا هدن للناس يعني ايه هدن يعني جاي ينور للامة طريقها جاي يعرفك على فين يا مصر جاي يقول على فين يا امة الاسلام على فين يا امة محمد جاي يعرفنا طريقنا تاني جاي يعرفنا الطريق السليم تاني جاي نولنا تاني وبينات من الهدى والفرقان الفرقان يعني هيجي يعرف الامة الفرق من الحق والباطل هيجي يعرف الامة الفرق من النور والظلمة هيجي يوقظ الانوار في الامة تاني فمن شاهد منكم الشهرة فليصم فمن شاهد شاهد يعني رمضان ما شاهد مشاهد بتتحفر في القلب رمضان هيغير القلوب رمضان مش مجرد شهري بتعبد فيه خلاص ده القلوب هتتغير ودي اكبر مصيبة هم بيقلبوها عمركم شفتوا برنامج توكشوم البرامج المشهورة عامل حملة على المواقع الجنسية رغم انهم ضمروا شباب الامة انما لا ادوت شباب لو فاقم هم هيضيعوا هم خلاص مش هبالهم مكان هم مصلحتهم انهم يخدروا الشباب جماعة فمن شاهد منكم الشهرة فليصم ومن كان مريضا او على سفر في عدة من ايام اخر اسمعي بقى يريدوا الله بكم اليسرى ولا يريدوا بكم العصر بكم دي بقى الملابسة يعني ربنا يريد ان اليسر يبقى في كل حاجة في حياتنا ولا يريدوا بكم العصر لو انتم اختارتوا غير طريق شريعة ربنا والطريق ربنا العصر هيبقى ملابس لنا في كل حاجة الجواز بقى صعب الرزق الحلال بقى صعب لقمة العيش بقى صعبة حلاج الامراض بقى صعب اللي التزام اني شاب يلتزم بقى صعب يا اخوانا يعني كل حاجة تبقى صعبة وعسر لو بعدنا عن ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله اللي ده التكبير ده بيتقلم ما من انتصر في معركة ما هو رمضان معركة بيننا وبين الباطل رمضان معركة بيننا وبين ابليس رمضان معركة بيننا وبين الضلال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سألك عبادي عني فاني قريب. يعني رمضان جاي يوصل الامة بربنا تاني. رمضان جاي يوصل قلوب الامة بربنا تاني. عشان كده هم كارهين رمضان. يا اخوانا الامل الوحيد للامة في التغيير متوقف على التغيير الداخلي. على التغيير الداخلي. والتغيير الداخلي ده ان الله لا يغيره ما بقوم. حتى يغيره ما بانفسهم. ورمضان ده وظفته. عشان كده رمضان ده طوق نجال الامة. عشان كده لازم نهتم برمضان ده بقى بدم الموضوع كده وبدم مع اقتراب رمضان الهيستيريا بتاعتهم بتزيد يا عيني وبتولع على اخيرة يبقى رمضان ده الهدف بتاعنا السنة دي بقى يبقى رمضان ده الهدف بتاعنا السنة ده عشان كده هنبدأ من اول الوقت بازن الله سلسلة جديدة السلسلة دي هنسميها الطريق الى رمضان الطريق الى رمضان هنوعد في رجب وشعبان نتكلم ازاي نوصل لرمضان صح ازاي نعيش رمضان صح القضية كبيرة يا اخوانا القضية كبيرة جدا يعني ايه واحدة يجي يقول لي يا راجل يا راجل انت جاي الوقت تقول رمضان ده احنا لسه في اول رجب طب تعالى يوم تسع وعشرين شعبان ولا تسع وعشرين ونص شعبان انما جاي الوقت في اول رجب يا اخوانا لو واحد تمانية ما كانش رمضان لو واحد تمانية كان كاس العلم ومصر فيه كنا استعدين قد ايه يا جماعة في السنوية العامة لان الطلبة عرفت انه نص درجة تفرق في مستقبل الطالب تفرق في مستقبله طول حياته شوفوا الطلبة استعدوا ديها استعداد شكله ايه اهو لو نعرف كل حسنة من رمضان هتفرق في حياتنا قد ايه كل نور من انوار رمضان ممكن يفرق في حياة الامة قد ايه هنعرف خطورة رمضان يا اخوانا هنعرف ماذا خطورت الشهر ده الغريق لما بيك يغرق بيقولك ان الدربات اللي بيضربها بيده وبيحاول ينجو بيقولك دي اقوى ضربات بيضربها في حياته بتبقى اقوى الضربة منها من اقوى ضربة ممكن يضربها في صحته ستة وتلاتين ضعف ليه بيموت خلاص غريق الشيطان في رجب وشعبان كده خلاص هيتسلسل في الضربة منه عشان كده رجب وشعبان ده معركة ضخمة معركة ضخمة رجب وشعبان الشيطان بيبدأ فيهم المعركة من اجل تضيعنا في رمضان يبدأ فيهم يورطك في معصية يورطك في مشكلة يورطك في ازمة ما تفوقش منها غير بعد رمضان يا اخوانا مرة واحدة في حياتنا نستعد الابليس قبل ما يستعدلنا مرة واحدة في حياتنا نبدأ الاستعداد للفوز برمضان قبل ما هو يبدأ الاستعداد لتضيق علينا مرة واحدة في حياتنا نبدأ يا اخوانا ان احنا نستعد ان احنا ناخد بطارنا من ابليس في رمضان يعني درس الليلة درس الليلة مش عن رمضان درس الليلة عن خطورة عن خطورة عن خطورة الاستعداد في رجب وشعبان درس الليلة اساسا عن رجب وشعبان درس الليلة اخواننا فكرة لو تزرعت جوانا صدقوني هتغير فينا كتير قوي وهتغير في الامة كتير قوي فكرة خطيرة فكرة في غاية الاهمية الواحد مفهمش يعني رمضان غير لما فهم الفكرة دهيت قضية في غاية الخطورة قضية الاستعداد لرمضان قضية ان واحد رجب خلاص كأن صدمة كهربائية في الامة كلها بدأ فعليا الاستعداد الفعلي لمعسكرات رمضان يعني الخسائر خسورنا قد ايه خسورنا قد بسبب حدام الاستعداد للرمضان لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ساعة ما من ساعة تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامة لا حول ولا قوت الا بالله يا رب هنندم على الساعة هنندم على الساعة اللي راحت في غير طهتك يا رب امال هنندم على رمضان اللي ضع قد ايه طب ضيعنا كم رمضان ضيعنا كم رمضان خسورنا قد ايه بسبب عدم الاستعداد قبل كده كل سنة ناخد فتات من مائدة رمضان كل سنة نرضى بلقمتين من المائدة الرمضانية كل سنة هندخل رمضان صدمات اول رمضان ولا انك مش مستعدة اصلا ما انتش مستعدة صدمات اول رمضان ايه صدمات اول رمضان ييجوا فجأة يكلمونا رمضان دخل الحمد لله احنا فرحانين تيجي تقرأ قرآن قلبك صلب مش بيحسش تيجي تصلي في الترويح ما فيش خشوع تيجي تفطر قاعد تاكل كأنك عمرك مكلت قبل كده تتقل ما تعرفش تعمل حاجة طول الليل صدمات اول رمضان صدمات كل يوم لو ركزت في النهار في العبادة الليل يضيع عليك لو ركزت في القيام تاني يوم الصلوات بتاعت النهار بتضيع عليك صدمات اخر رمضان اول ما يبدأ قلبك يرأ اول ما يبدأ عينك تنزل منها الدموع اول ما تبدأ تحس بعظمة ربنا اول ما تبدأ ترتبط بالقرآن يكون هلال شوال على الابواب ويضيع رمضان صدمات بعد رمضان انا في رمضان قمت وصمت من اول يوم العيد تلاقي كل دراح طب ليه اول اسبوع ليه لانه وضع عارض ما كنتش مأسس له من قبل كده لانك عامل زي اللي بنع مرة من غير اساس يا اخواننا رمي الاساس في رجب وشعبان رمضان تعلي عمارة زي ما انت عايز تبقى عاليتها على اساس تخرج من رمضان عمارتك صلبة مش هتقع انما رمضان بنت عمارة ملهاش اساس اصلا قيام على لاشيء ما كانش فيه قيام قبل كده صيام على لاشيء ما كانش فيه صيام قبل كده العمارة دي مع اول انشغالات دنياوية هتقع يا اخواننا لازم نرمي الاساس في رجب وشعبان عشان نعلي البيت بتاعنا في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى صدمات انا فاكر زمان كان الواحد يستقبل رمضان يبكي ليه عامل زي الطالب اللي نام صحي على الامتحان طب انا هدخل الامتحان اعمل ايه طب هجاوب في ايه اصلا ده انا ما استعدتش ورمضان ما عدي الواحد كي ليه رمضان خلص وانا ما تغيرتش عمر ما الواحد قدر يستفيد من رمضان الا لما فعلا يعني ربنا بصرني بفضل الله سبحانه بمبدأ الاستعداد للرمضان اللي استعداد للرمضان ان يعني انك تستعد لما الواحد بلقى يستعد ايوة لا تبقى عامل زي اللي سخن وقعك نزل الملعب ده وضع تاني خالص انما احنا الوقتي عاملين بالزبط زي اللي ما بيشيلش اكتر من عشرة كيلو وداخل مسابقة بعد شهرين حمل امتين وخمسين كيلو افقال يقول لك انا عارف انا ان شاء الله بس بما تحطوا قدامي احشيلهم يا ابني ازايك يا ابني انت بتضحك على نفسك اللي ماش قادر الوقتي وماش قادر الوقتي تقرأ نص ساعة قرآن هتقعد تلاتين يوم تقرأ قرآن ازاي يا جماعة انفوق يا اخواننا نبقى صادقين مع انفسنا عاملين زي اللاعب ما بيقدرش تجيب ربع ساعة في الملعب ويقول لك ان شاء الله هجيب الساعة ونص لمنزل مباراة الكاز هتجيبها ازاي من اول ما شوف المتفرجين بقى والناس هسخن هتسخن فين يا ابني مش بالسخنية ما يشب الحماس يا اخواننا يا جماعة انا عايز اقول لكم اكبر سبب لتضيع رمضان هو عدم الاستعداد يعني عايز اقول ايه عايز اقول ان لازم نفهم يعني ايه رمضان رمضان من اجمل ما قرأت رمضان ليس عصى سحرية رمضان ليس عصى سحرية اول ما هيجي القلب اللي كان قاسي طول السنة هيرئ والعينين اللي منزلتش منها ده معها هتسيل والقرآن اللي ما كنتش بتحس بيه فجأة هتعيط منه يا اخواننا ده تصور يا اخواننا ده رمضان واعتف تكر ان القلب اللي انت داخل بو رمضان ده بزنوب حداشر شهر وغفلت حداشر شهر وكسل حداشر شهر ومعاصي ونكت صودة على القلب من حداشر شهر واعتف تكر انك هتدخل رمضان بده بقى هتحصد الحسنات حصدا وتحصد النهاشين التعبودية حصدا يا جماعة لازم يبقى عندنا تصور وقعي اكتر من كده رجب وشعبان ده درس النهاردة رجب وشعبان ايه رجب وشعبان اللي هنتكلم عنها في الاخر باذن نفس انها توصل ليد كل انسان توصل ليد كل واحد ووحدة في الامة كلها باذن الله سبحانه تعالى لان الورقة دي اللي هي برنامج عمل رجب وشعبان الورقة دي في غاية الخطورة ان الامة تنتبه يعني ايه رجب وشعبان اسمعوا الكلمة دي بتاعت احد السلف كلمة دهب قال يعني ذلك العالم العالم رجب اسمع رجب شهر البذر كأنك بترمي بزور في الارض كده بس وشعبان شهر السقيا انت بقى بتروي البذور دي ورمضان شهر الحصاد يا اخوانا رمضان مش شهر المجاهدة احنا كل سنة ايجي رمضان نقعد نجاهد اسبوع ونفطر اسبوع ونحاول رمضان بيضيع يا اخوانا في المجاهدة رمضان شهر حصاد مش شهر لسه هتزرع اللي عايز يجني رمضان لازم يزرع من رجب وشعبان يعني ايه يعني كل ما تريد ان تحصده في رمضان يجب ان تزرعه في رجب وشعبان تاني رجب شهر البازر تبذر بقى ايات القرآن في قلبك وبداية العبادات وشعبان شهر السقيا تبدأ بقى ترويه اكتر فيبدأ قلبك يبقى جنة على رمضان ورمضان شهر الحصاد بقى تجني السمار في رمضان عايزين نستوعب عايزين ننزل ويندوز جديد لرجب وشعبان عايزين نعيد تحريف يعني ايه رجب وشعبان يا جماعة ده يعني حتى اهل القرى عارفين هيقولك معذكر ما قبل المباراة يعني ايه معذكر ده يعني جيش ده كلمة جيش اصلا يعني جهاد يعني عارفوا ان الجهاد مش المطش المطش ده محصلة الجهاد بتاع الاستعداد الجهاد والاستعداد اللي عايزة تفوز برمضان اللي عايز يفوز برمضان انا مش عايزك تزعل انا مش عايزك تزعلي لما بتشوفي صحباتك وغيرك بيختموا كل لثلاث اربعة تيام مرة القرآن انا مش عايزك تزعى لما تلاقي اللي على يمينك ولا على شمالك بيعيطه في رمضان وقلوبهم رقيقة لانهم صوامين قوامين اصلا وانت قلبك جامد انا مش عايزك تزعى اليوم الايام لما تلاقي اللي فازه في رمضان داخلين من جنة الرايان وممنوع ممنوع حد تاني يدخل معاهم غير اللي اجتهد في رمضان انا مش عايزك تبقى رجب وشعبان بالنسبة لنا احلام يقص يا جماعة ايوا بس لما يجي رمضان يا سلام ده انا هقطع سجاجين السلام يا اخوانا الكلام ده واهم يا اخوانا يا اخوانا ينفع اجل طالب سنوية العامة امتحانه واحد تمانية اقول له استعد تسعة وعشرين سبعة ده كلام اشمعنا في الدنيا فاهمين الموضوع ده كويس جدا وعارفين الموضوع ده كويس جدا اشمعنا انما في الاخرى مش كده زي ما قلتلكم اللي بيعدي بالبي ام جفاء سبعة جنب اللي ركب الهمر يبصلوا كده اه هي دي الناس اللي عايشها هي دي الناس اللي عايش ده في الدنيا انما في الدين في الدين رضيين باقل اقل اقل من الاليل كمان يا جماعة فكرتنا عن رجب وشعبان يجب ان تتغير دي شهور البازر الحقيقي لو انت عايز تجني نياشين رمضان الهائلة وسوابات رمضان الهائلة انما عايز تضيع رمضان انت حر بقى يبقى انت فاهم من كويس جدا ان اكبر سبب لضياع رمضان اصل الرمضان ده اخطر مما نتخيل ده ربنا سمى الجن بيجي في نص دقيقة رمضان الليلة اللي اتضيع منه بدعوة مستجبة راحت بفرصة للفردوس الاعلى راحت بفرصة للعطق من النار راحت رمضان غالي لازم تكون متضرب من قبلها كويس جدا سيدنا انس لما بيقول واهن لريح الجنة اني لا اجدوا ريح الجنة دون احد انا بقول لكم واهن لريح الجنة اني لا اجدوا ريح الجنة دون رجب وشعبان دون رجب وشعبان يا جماعة مرة ننتصر على ابليس مرة نستعدله قبل ما يستعدلنا ابليس هيبدأ المعركة ايه معركة تضيع رمضان علينا من الوقت يا اخوانا انا عايزكم تتخيلوا منظر استوديوهات مدينة الانتاج اللي بتمثل التمثليات في رجب وشعبان شكلها ايه يا انهربية نار زي النحلة ليه طب احنا يعني هم عارفين ايمة رمضان واحنا مش عارفين ايمة رمضان بالنسبة لنا احنا رمضان بالنسبة لنا جنة فردوسة اعلى فردوسة اعلى باذن الله سبحانه وتعالى منظر السفن اللي جاية من الصين الوقت على مصر بتشحن عدد الشيشة وعدد الاهاوة عشان الخامر رمضان ايه في رمضان نشاطها شكله ايه في رجب وشعبان احنا الوقت اللي مش نشاط في رجب وشعبان عايزين ننشط يا جماعة عايزين نعرف يعني ايه ان احنا لازم نرمي الاساس في رجب وشعبان عشان نعل العمارة في رمضان عشان بعد رمضان باذن الله سبحانه وتعالى خلاص العمارة بقت ثابتة غير ما ناخدش صدمات يوم الايامة ما ناخدش صدمات يوم الايامة لما نلاقي ثواب رمضان الخطير راح مننا واحنا يعني للأسف الشديد ما قدرناش نعرف رمضان ده كان خطورته قد ايه يعني انا عايزك تعرف ثواب العبادة فرجب وشعبان اصلا يا جماعة لما النبع عليه السلام اتكلم عن شعبان قالك ايه قالك ذاك شهر يغفل عنه الناس محلش داري بالمواسم دي المواسم دي الناس مش داريابها يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان يعني النبي بيقولك رجب رجب الناس عارفة فضله طبعا ما اللي نجعب البدع اللي بتتعمل فيه ورمضان الناس عارفة فضله شعبان بيضيع بقى في النص فالنبع عليه السلام ما قالك يغفل عنه الناس يعني ايه اللي بيعبد ربنا في المواسم دي بقى اللي محدش واخد باله منها سوابه بيقى مضاعف اكتر ليه لان كل الناس فوادي وفوادي زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يحبهم الله ثلاثة يحبهم الله واحد منهم ايه ورجل كان في سرية طلع يجاهد في سبيل الله فلقي العدو فهزمه اتهزمه لما قبله عدو اتهزم فاقبل بصدره اقبل بصدره في الجهاد دخل يجاهد لوحده لوحده اما يقتل واما يفتح له طب اش معنى ده ربنا حبه لان كل الناس فكرت في نفسها هو فكر في صلاته بربنا واعلقته بربنا وفي دين ربنا سبحانه وتعالى مين الوقت في رجب وشعبان الله هيفكر بالطريقة ديت يا جماعة يا اخوانا رمضان ده امتحان عارفين اللي بيعمل مسلسل لرمضان عارف ان التلاتين حلقة تلاتين امتحان قاعد هيجنن في الاستعداد اشمع نحن مش كده زي طالب سنوية العامة اللي عارف ان نص درجة تجيبه كلية اللي نفسه فيها ونص درجة تخليه يسافر برا مصر اصلا ندور على كلها يدخل فيها برا مصر يا جماعة عايزين نستعد الرمضان زي بتاع كاس العالم كده وبيستعد الكاس العالم عايزين استعداد حقيقي ليه لان رمضان امتحان والامتحان بعده تقدير وبعده جوائز رمضان بعده استعمال بعده جوائز بعده عطاءات من ربنا رمضان حسب تصورنا عن رمضان على حسب فهمنا عن استعداد ما الوقت اللي بيحسب رمضان ده حاجة كده ايه فرحة الحمد لله بقى هو مش عارف يعني رمضان اصلا عشان كده اللي بقولهولك وبقولهولك الوقتي ان عمرنا ما هنعرف يعني استعداد للرمضان الا لو عرفنا ايه خطورة رمضان زي الواحد لما كان يروح عمرة يروح العمرة بقى فنقعد نستعد ونجيب شرائط العمرة وكتب العمرة وآيات العمرة ونذكر ده احنا رايحين عمرة ده احنا رايحين فرصة عمر رايحين عايزين نعمل عمرة لقلوبنا ونغير حياتنا ودعوات عند الحرم تروح هناك تلاقي واحد جايب مراته وجايبين العيلة وجايبين العيال وقاعدين صهرانين من العيشة للفجر في الحرم جايبين قاعدين يأكلوا قاعدين يشربوا شي يا اخوان انا هو ده لو انا جيت اقول له استعد للعمرة هيقول لي يعني استعد للعمرة هو مش عارف ان ايه عمرة اصلا هي العمرة بالنسبة له ان انا رايح اشمها هو جنب الكعبة واعمل شوبنج من مولاة الحرم وفي الاخر اعمل خناقة في المطار وانا مروح بلدي عشان البضايع اللي انا جبتها اتقل من الميزان بتاع الطيارة هو ده رمضان بالنسبة له هو ده العمرة بالنسبة له لو رمضان بالنسبة لك كده مش هتعرف عنه استعداد انما لو رمضان بالنسبة لك انت عارف انه اكبر نقلة في حياتك اكبر موسم تغيير للامة بالذات رمضان ده هو رمضان ده هو بعد ومصر هتختار اختيار هيحدد الدستور بتاعها باذن الله مصر هتختار اختيار هيزوق البلد دي ان شاء الله للفردوس الاعلى يا اما هيرجعنا وهينكسنا تاني عشان كده رمضان ده خطير عشان كده الواحد يتمنى ان الدعاء في رمضان ده هو يعني ما نسافرش عمرات يا اخواننا في رمضان ده النبي يا ما حرم نفسه من الكعبة عليه الصلاة والسلام يا ما جاء على نفسه اقصد في عدم الزهب للكعبة وكان يقدر يحج كل سنة بعد فتحها وكان يقدر يعتمر كل شعارين بعد فتحها ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ده مهم الدعوة مهم الوقت الامة محتاجان الوقت لو هتسافر عمرات سافر لك كزا يوم بسرعة وترجع لله لوجه الله استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان يا جماعة رمضان ده اطر هييجي اللي واقف وجاهز هو اللي هيركب اللي مش واقف هيروح عليه رمضان ده يعني واحد ساعت بيحس باتنين كده دخلوا رمضان واحد رمضان بالنسبة له زي اصنصير قاعد يطلع 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 تلاتين يوم قاعد يطلع في المدارج الى الله وواحد تاني يا عيني عامل زي اللي عنده تعبان واحد سلمة سلمة طالع عينيه ده اللي استعد وده اللي ما استعدش ده انطلاق اللي استعد وده معاناة اللي ما استعدش في رمضان ازاي يعني يعني تلاقي ده قلبه بيلقط اول ما الامام يقول الحمد لله رب العالمين يبدأ يبكي وده اطراوح تخلص واسرحان مش داري وقاعد يا عيني طول ما وسرحان طول الصلاة استغفر الله العظيم وبعد كده هيسرحة انا اعوذوا بالله الشيطان رجيب قاعد يعني وش على شماله تبادل من كتر معاعد يستعيذ بالله الشيطان رجيب وده مش التفل عالسنة اصلا هو تعبان مش عارف يعمل ايه واحد كان على باب الجنة اول ما ابواب الجنة تفتحت في رمضان دخل وعش رمضان في الجنة وواحد ما يعرفش حاجة عن الكلام ده اصلا لانه هو اصلا بينه وبين الباب الجنة حواجز قاعد في رمضان يجري عشان يعديها عما جي لنهاية رمضان كان خلاص رمضان خلص وما لحقش يوصل لباب الجنة يا دوبك شم ريحة الجنة كده وخلاص رمضان يا اخوانا رمضان ده طوقنا جاه لكل اخت بدأ التزامها يقل كل اخ بدأ قلبه يتغير لكل واحد فوتن بالدنيا لكل شاب عايز يقرب من ربنا لكل بنت نفسها ربنا يرضى عنها رمضان ده طوقنا جاه اخيرا هنلاقي صحبة تساعدنا في الطاقة اخيرا هنلاقي جو طاهر ونوران نعبد ربنا فيه اخيرا هلاقي موسم حسنات مضاعفة اخيرا يا اخوانا اخيرا ما انفعش نضيع الفرصة دي ابدا ابدا طوق النجاة العظيم دهو رمضان عامل زي يعني يعني زي ما بقول لكم طوق نجاة رمضان اخطر من كده والله والله اخطر واعظم واجل من هذا لازم نستعد ما انفعش نضيع الفرصة دي ما انفعش نتوهم ان ان موسم الحصاد هو فيه واحد بيحصد بس ده عقل يعني ممكن تروح لوحد فلاح تقول له انزل احصد بس هيقول لك يا ابننا ما زرعتش وما حرستش وما رودش وما تعهدتش يا اخوانا يا اخوانا قلوبنا تعبانا قلوبنا تعبانا نظر الفجأة والتبرج والمواقع والقنوات والاغاني الاخ الملتزم الوقت الهارد ديسك اللي جواه يكفي ما صايف بلد لوحده ده من نظر الفجأة بس يا جماعة القلوب الوقت مليانة مليانة همومة هتدخل بقلبك ده رمضان كده ازاي طب اغسله طب لين كده قبل رمضان تلين بحيث انك تدخل رمضان وانت ايه وانت فعلا مستعدل رمضان فرصة فرصة انه يبقى ضرب قضي على كل معاصي السر في حياتنا ولكن لو انت بدأت تسيبها من رجب وشعبان يبقى ضرب قضي بقى في رمضان فرصة انما هتيجي في رمضان هتقع في مقصية هتزعل وهتقعد اسبوع محبط وتقعد فترة زعلان انما خلي الكلام ده كله من قبل رمضان عالج عالج الحاجات دي من قبل رمضان رمضان فرصة ان احنا نرمي اساس ونعلف رمضان رمضان فرصة ان احنا يعني لما بسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث العظيم العظيم بتاع النبي عليه الصلاة والسلام ان انا لابحس ان معناه استعدوا الرمضان استعدوا الرمضان استعدوا الرمضان حديث ايه وفتحت اذا كان اول ليلة من رمضان النبي عليه الصلاة والسلام بيقصوا في التغيرات الكونية اللي بتحصل فبيقول ايه وفتحت ابواب الجنة فلا يغلقوا منها باب طب مال ده بالاستعداد للرمضان ده أنا بيقول فتحت ابواب الجنة يا جماعة ده الكلمة دي تهيج اشواقنا وتلهب قلوبنا على الاستعداد للرمضان ليه عشان الجنة لو انا الوقت انت واحد من سكان القهرة قلت لك بكرة الصبح هتفتح ابواب بنوك اسكندرية فلا يغلق منها باب واللي عايز يدخل ياخد اي اموال يدخل باللعلك اتعمل ايه قبل ما اكمل الكلمة هتنزل تركب على رابطك واتطير ليه عشان بقى اول واحد واقف على الباب اول ما اتفتح الباب ادخل واجيب الكنوز بقى ده المعنى هو ده المعنى فتحت ابواب الجنة بس انا بعيد استفدت ايه شمت رحتها فتحت ابواب الجنة وانا على بابها ده لو ده ابواب بنوك شوفوا نعمل ايه ابواب الجنة انا على بابها ادخل اجيب كنوز على كنوز على كنوز ادخل بقى انهل من كنوز الجنات التمانية ادخل انهل واحصد واعبي من كنوزها انما انا بني وبين ابواب الجنة وشوية معاصي السر وشوية معاصي علن ومشاكل قلبية وفتور وبقى لي قد ما صمتش وبقى لي قد ما قمتش وحصوم اول يوم ولا يومين في رمضان هدوخ وخلاص اتبع على قد الصيام وترويح وانا تلات تير بعد مغي مش معايا يا جماعة طب ده ده رمضان ده رمضان فكرة الاستعداد ده ربنا بيقولك واذن في الناس بالحج يأتوك رجالة يعني على رجليهم وعلى كل ضامر اللي هو يأتينا من كل فج عميق قالك الضامر اللي هو الحصان اللي صاحبه عارف انه هيجي من الصن لمكة مثلا بحصان فقعد يجوع ويجوعه لحد ما الوسط بتاعه ضمر فده اللي يقدر ينطلط مسافات طويلة جدا يعني ايه يعني ربنا بيقولك اللي هيطلط مسافة طويلة لازم يستعد هو استعد انه ضمر جواده عشان يقدر يقطع بيه ضمر جوادك قبل رمضان رمضان رحلة طويلة ضمري جوادك قبل رمضان ايه لا هاستعد لذلك الشهر العظيم يا اخوانا لازم نعرف يعني ايه يعني ايه الاستعداد لرمضان يعني ايه ولو ارادوا الخروجة لقعدوا له عدة لقعدوا له عدة ولو ارادوا رمضان لقعدوا له عدة اللي عايز رمضان لازم يستعد فيه قراءة تانية لقعدوا له عدة عدة يعني ايه الالات والاستعداد بها بالاسلاحة من تدخل معركة طيب فيه قراءة تانية لقعدوا له عدة عدة يعني انا مسافر تلاتين يوم لازم اخد اكل تلاتين يوم انت الوقتي معاك زاد قلبي لتلاتين يوم انت الوقتي بتقدر تقرى قرآن ساعة انت بتقدر الوقتي تصلي ساعتين على بعض ساعة نص ساعة انت الوقتي صلاة الجماعة نفسها او صلاة الفرد نفسها احنا بنفصل بعد قديل خشوع بتاعنا يا جماعة احنا عايزين اصلاحات واصلاحات واصلاحات قبل رمضان يا دقومك نلحق ده شهرين ده ده اللي هو الدورة المخففة اللي عايز يستعد بقى بقى زي السلف كانوا بيادعوا ربنا ببلغ رمضان من قبلها بستة شهور ده موضوع تاني بعد استعداد السلف ده اللي عايز يبقى مع الناس دي انما بتاعنا احنا الغلابة احنا استعداد بنقول قبلها بشهرين بس قبلها بشهرين يعني المراجعات النهائية وإلا عمروكو شفته طالب عمروكو شفته طالب بيجي الطالب آه ممكن الطالب يجي في قبل الامتحان يزاكر قبلها بأيامه خلاص وينجح صح صح بس عمروكو شفته واحد بيعمل كده وبيطلع من الاوائل لا يمكن عمروكو شفته واحد بيعمل كده وبيجيب تقدير لا يمكن هو ده بالزبط يا اخواننا رمضان عايز تبدأ تستعد بقى 28 شعبان انت حر بس انت حر ده انت بتنشن بقى على مقبول وخلاص ربنا يجعلنا من المقبولين في ناس تانية اشد بقى ينشن يعني ايه لا مش رمضان كمان العشرة الاواخر واحد بقى ينشن اكتر الوتر بتاع العشرة الاواخر واحد بقى نشنج اكتر يقولك ليلة 27 ايه اخواننا ده اخطف وجري بتعامل مع ربنا بمنطق ان ليلة هقوض بقى 365 ليلة ازاي يا جماعة يا جماعة ده مش رمضان رمضان اجل من هذا واعظم من هذا امتى القلوب هتعظم ربنا بقى والله العظيم هذا الكلام اللي بقوله هيقدر لما القلوب تعظم الجنة هتعرف يعني ما رمضان يساوي الجنة رمضان يساوي باب الجنة كلها لو القلوب عظمت الضر الاخرى لو قلوب الامة رجعت تاني لو قلوب الشباب رجعت تاني حلمها هو الوصول الى الله والجنة ورضا ربنا والحسنات وقناطير الحسنات ساعتها ساعتها فعلا هنبقى ساعتها فعلا اخوانا هنعرف يعني ايه رمضان انما الوقت كده هنعرف رمضان ازاي انا عايز اقول لك رمضان لما الامة كانت بتعيشه صح كان رمضان شكله ايه يعني ايه هتقول لي بعد ان رمضان انت صارنا في عينجلوت وانت صارنا في حطين وانت صارنا في بد لا 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 انا مش هقول لك رمضان عملنا في الحاجات دي ليه النقطة الحقيقية مش ان انا اقول لك رمضان عملنا في ايه امال ايه ان انا اقول لك شوال عملنا في ايه طب ايش معنى لان شوال ده انجازات الامة فيه هي صمرة رمضان فتعرف بقى لما الامة كان رمضان عندها صح كان شوال عندها شكله ايه ده حتى شوال في صحيح مسلم يعني من الهادي انه يبقى شهر الجواز سيدة عائشة كانت تزوج يعني نساءها في شوال وتقول ان هذا يعني ايه استنانا بالنبع عليه صوته السلام ليه عاشيت بعد رمضان ده يا جماعة شوال ده المفروض شهر الافرح بقى خلاص احنا تعبنا واكتهدنا وربنا مش هيخزينا بعد شوال ابدا بعد رمضان ابدا بعد رمضان هقولك ايه معجزات ما بعد رمضان غزوة حنينة كانت في رمضان اللي الحصى النبع عليه الصلاة والسلام رماء والحصى راح لعنون الكفار وما راحش لعيون المؤمنين يعني الحصى قاتل معانا رمضان ده شهر المعجزات شوال ده شهر المعجزات بعد رمضان حصل لنا معجزات بعد رمضان حصل لنا فتوحات القادسية كانت في شوال بعد رمضان الامة خرجت شكلها ايه الأحزاب أشد غزوة على الإسلام كله كانت في شوان سبات ما بعد رمضان بطولات ما بعد رمضان حمراء الأسد اللي كانت بعد غزوة أحد اللي المسلمين مقطعين من الجراح وقاموا يقتلوا مع النابى عليه الصلاة والسلام كانت بعد رمضان أحد اللي حصل فيها تضحيات مهولة من أجل النابى عليه الصلاة والسلام كانت بعد رمضان غزوة بنقا ينقاع اللي المسلمين قتلوا اليهود عشان حجاب امرأة مسلمة اللي حصل فيه تعظيم للحرمات بقى بعد رمضان رمضان بيجي بيحيي القلوب رمضان بيجي بيجي بمعية ربنا رمضان بيجي بالفتوحات والمعجزات والكرمات والعطاءات من ربنا سبحانه وتعالى ده بعد رمضان نضيعه زي لما بسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل غزوة بدر قال للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أنا بحس بالإحساس ده في رمضان وإحنا بنقول لكم يا أخواننا بنقول لنفسنا قبلكم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض انا بقولي الكلام ده لنفسي قبل ما بقوله لكم وبقولي الكلام ده لاخواني الدعاء قبل ما بقوله لكم لان احنا ساعات بنكلم الناس يعني فيه فرق بين الممثل فلان الفلان اللي مثل هارون الرشيد وبان هارون الرشيد نفسه احنا مش عايزين نمثل دين احنا عايزين نعيش دين احنا عايزين نتكلم في الدين واللي بيتكلم اول واحد يطبق واول واحد يعيش المعاني دي اتقابل اللي بيسمع حايزين يا أخواننا نرجع لدين ربنا سبحانه وتعالى تاني وطوق النجاجة والفرصة جات مرة أخرى يعني لما الرؤية بتاعت الاتنين اللي ماتوا رؤية حديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام الاتنين اللي ماتوا من الصحابة واحد منهم يعني عبد الرحمن بن عفشة في رؤية أن واحد دخل الجنة قبل واحد فاللي دخل متأخر ده شهيد فتعجبه والرسالة والسلام قال لهم ألم يدرك رمضان بعده ويا أدرك رمضان يا جماع يعني رمضان ده لو فرق بس ما بين واحد وواحد درجة في الجنة الدرجة في الجنة زي الفرق من السماء والأرض يعني رمضان يرفعك زي الفرق من السماء والأرض ما هيش حاجة بسيطة ما هيش حاجة قليلة عايزين نستشعر يعني ايه عظمة رمضان اللي بيستهتر برمضان عامل زي واحد عنده فندق قدام الحرم المكي وجيه في موسم الحجة وقفله ينهر أبيضهم ما لا يكسب إمتى هيكسب إمتى ده التاكسي عند الحرم في الأيام العادية بثلاثة ريال أيام رمضان بميت ريال هو ده فترة المكسب كلها امال هيكسب إمتى يا أخواننا عايزين يعني فعلا نستعد الرمضان فعلا ولو أرادوا رمضان لا أعدوا له عدة أنا مش عايز الوقت يتسحب مننا لأن كان فيه حاجات كتير أنا كنت عايز يعني أكلمكم فيها ولكن حتى لا ينسحب الوقت يعني لأن الواحد دائما بيحرص بالذات في المواسم الخطيرة اللي بيبقى الناس مش وحدة بالهم منها زي موسم رجب وشعبان كده زي موسم العشر الأول من زي الحجة كده بس لما إن ربنا إحنا ونجلنا لهم فعملنا ورقة بفضل الله يعني اسمها يعني برنامج عملي في رجب وشعبان اللي هي ولو أرادوا رمضان لا أعدوا له عدة وعملناها معسكرات ما قبل رمضان يعني الورقة دي أخواننا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني من الورقات يعني الواحد نفسه بإذن الله إن كل واحد في الأمة يستفيد منها ورقة فكرتها بسيطة ولكن جميلة فكرتها هنعمل إيه فراجب وشعبان كلام عملي بقى كلام عملي هنعمل إيه فراجب وشعبان هنستعد إزاي الورقة بدأة يعني بحاجات بسيطة بأفكار بسيطة يعني يعني فكرة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من ساعة تمره ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة إذا كنت هتندم على الساعة الندم ده أملا هتندم على شهر زي رمضان قد إيه بس رمضان ما هواش عصة سحرية لازم وركزت فيها على كلمة إن رجب شهر البزر وشعبان شهر السقية ورمضان شهر الحصاب يعني كل ما تريد أن تجنيه في رمضان يجب أن تزرعه في رجب وشعبان ده المنطق بتاعنا يعني الورقة عبارة عن معسكرات ما قبل الرمضان خلونا زي أهل الكرة خلونا زي أهل الكرة في الاستعداد معسكرات ما قبل الرمضان أول معسكر من المعسكرات اتكلمنا عنه معسكر الصيام لازم في رجب وشعبان لازم نصوم يا أخوانا لازم نصوم عاملين جدول اللي هتلاقوه برضو على يعني صفحة الفيسبوك بإذن الله سبحانه تعالى يعني جدول هنعمل خطة كده مع بعض جدول محاسبة وانتبع بعض فيها إنما خلونا في الورقة بتاعت البرنامج العملي اللي أنا بعلن عنها الوقتي معسكر الصيام إيه معسكر الصيام أكبر سبب لضياء رمضان كل سنة الإجهاد بتاع الصيام إجهاد الصيام مش بتعود عليه طب ما نتعود عليه عشان ننطلق قبل كده بعد كده إن شاء الله اتعود من الوقتي يا سيني يوم في الأسبوع اتنين وخميس اللي تقدر عليه في هذه المواسم العظيمة بعد كده في معسكر القيام يعني إيه معسكر القيام معسكر قيام الليل يعني 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 زي ما قلت لكم ما ينفعش نبني على هوى أنا ما بقومش ليل أصلا لو صليت بربعة تجزأ كل ليلة في رمضان بعد رمضان هيروحهم أنا عايز ولو نص ساعة كل ليلة في أي وقت من الليل أساس نعلي عليه أخواننا إنما إن ما فيش أساس خالص هنعلي على إيه ده ربنا بيقول ومن الليل فتهجد به تهجد الهجود اللي هو النوم والتهجد إزالة النوم يعني كفاية نوم بقى كفاية نوم خلاص رمضان قرب هوا كفاية نوم بعد كده المحسكر التالت بقلوك ولو نص ساعة أنا عارف إن يعني فيه ناس ببص للورق بتاعنا يقول لك إيه ده انتو عايزين كل ده زاي لا ده كلام عالي طبق حاجة طبق حاجة إنت ممكن بعمل تدخل الفردوس العالم إن ربنا سبحاته هتقبله طبق حاجة أنا مش بقول لك كله إنما اللي تقدر عليه معسكر التوبة والاستغفار خطير جدا يا جماعة رمضان ده فتح أنا هنتظر فتح هدخل بزنوبي دي وصحيفتي دي أنتظر فتح على إيه لازم أدخل رمضان وأنا ما عنديه زنوب تمنعني على الطاعة ما عنديه زنوب تمنع فتحات ربنا سبحانه وتعالى علي رمضان ده أعظم فتح يبقى لازم من الوقت نفكر يعني إيه التوبة والاستغفار يعني إنا إحنا نستغفر ربنا إنها تبقى لازمة على لساننا استغفر الله العظيم وأتوب إليه نبدأ بقى نبدأ نفوق بقى نبدأ نستيقظ من معسكرات معسكر الدعاء يعني إيه معسكر الدعاء الوقت ما بين الأدان والإقامة الكنز ده الخمس كنوزي اليومي اللي إحنا من ضياحها ده إيه الوقت المستجابة الدعاء ده هو ما بين كل أدان والإقامة يعني المفروض إنك إنت أول ما تسمع الله أكبر تجري على الجامع ليه عشان تلحق لك عشر دقيقة من الوقت نتدع ربنا سبحانه وتعالى عشر دقيقة مذاكرة وإنتوا في أيام الامتحانات هتفرق معك إيه عشر دقيقة تجارة يا أي راجل أعمال بيسمعنا هتفرق معك إيه إنما عشر دقيقة دعاء هتغير حياتك ودنيتك وآخرتك عايزين نستيقض يا أخواننا معسكر الدعاء نتدرب من الوقت ده جهاد معسكر ده نجهاد معسكر الصلاة يعني إيه معسكر الصلاة ده أخطر قضية في حياتك ما ينفعش إن أنا جا أقول هنستعد للصلاة عشان رمضان أنت هتستعد للصلاة دي لأنها أخطر عمل أنت هتقابل بيه ربنا عشان كده قضية لا تتعلق برمضان أو غير رمضان ده قضية العمر أنا الوقت بس أنا هستغل الفرصة أنا أبدأ بقى أتشحن على الصلاة هستغل الفرصة إن أنا أبدأ أحل مشاكل فيها يا جماعة نواجه مشاكلنا بقى معقولة خشوعي ضايع في الصلاة وأنا ما بقدمش أنا بأخر معقولة أنا مطعون في أهم عبادة وصلاة بيني وبين ربنا وأنا بتناسى وبتغافل وبتجاهل أمالها فوق لي إيه أمالها واجه إيه معسكر الصلاة يعني في الورقة دي كان بنلكوا اسم سلسلة الشيخ مشاري خراز موجودة على كل مواقع النتطب طبعا اللي هي يعني اللي هي لو سلسلة اللي هي عن الخشوع في الصلاة عن الخشوع في الصلاة ربع ساعة الحلقة يعني حاجة وعشرين حلقة ربع ساعة حاجة خفيفة تسمحها كده وكل حلقة جادر لك معنا من معاني الصلاة لو عشر طيام وعشرين يوم راحوا منك الوقت في إصلاح خشوعك مش خسارة إنما في رمضان مصيبة كل فرد من غير خشوع مصيبة يبقى من الوقت تواجه قضية الخشوع في الصلاة لما بقابل أي شاب يقول اللي انا ما بقدرش اسمتها على الصلاة بقوله لانك ما بتصليش صح لو دوقت جمالها مش هتقدر تسيبها معسكر التفسير معسكر التفسير ده من اخطر المعسكرات اللي هو فهم كتاب الله انا مش عايز ان احنا نخلص التفسير قبل رمضان ياسيني نخلص جزء واحد نخلص اللي نقدر عليه لو انت قررت تفسير تلت ايات كل يوم لحد رمضان هتخلصنا كم جزء من اي تفسير اي تفسير موجود في ميتك احنا عملي تيسيرا عليكم يعني فضل الله يعني الاخوة عاملين صفحة على الفيسبوك صفحة العد التنازل الرمضان العد التنازل الرمضان اسمها كده صفحة العد التنازل الرمضان مليانة على الموقع وعلى صفحة الفيسبوك بتاعتي يعني هتلاقوا الدروس اللي بتاعت الطريق يعني دروس التفسير اللي يعني يعني لوحد بفضل الله عمل تفسير لكل جزء كده في ساعة نبدأ نجدت معلوماتنا دكتور محمد علي اللي كان معايا المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت بتاعت العلمانيون في النزع الاخير يعني بدأ يكتب اه عن كل جزء معلومات بحيث ان احنا نقرب من القرآن وهينزلها برضو على موقع الطريق لله وعلى صفحة الفيسبوك بتاعتي باذن الله اللي هي اه دكتور حزم شمان اللي هي صفحة الفيسبوك يعني سهل ان يعني اي حد بيدخل على الفيسبوك يوصل لها باذن الله سبحانه وتعالى اخوانا نبدأ امسك اي تفسير اقرأ كل يوم خمس ايات من الجزء التلاتين موضوع بس بس نلقط بس نلقط كده وما نريم اياتا الايات اكبر من اختها القرآن كله الايات كلها كأنها اخوات القرآن لو فهمت جزء هتفهم القرآن كله لو عيشت مع صورة هتعيش مع القرآن كله نعيش في معسكر التشوق لرمضان يعني ايه ده كنز وكثير من الناس غفرين عنه يقولك انا مش حاسس برمضان انا مش بكل بساطة باذني لأي قضية انت مش حاسس بها هات خمس ست دروس من عنا نبت ليها خمس ست دروس درس الشيخ حسان فيها ودرس الشيخ يعقوب فيها ودرس الشيخ ابوصحك فيها ودرس الشيخ محمود المصري فيها هات ابسط واسمع هات يا عم خمس ست دروس عن رمضان واسمع ايهم هتلاقي قلبك اشتعل بالحمس لرمضان تذكر يا اخوانا الودن ده ايه دي مفتاح للفردوس الاعلى اسمع اسمع وذكر نفسك قلبك هيلتهب شوقك للمسألة في معسكر اصلاح القلوب ان يعني القلوب بقى لمالينا نوكة سودة بقى لا حداشف شهر مش هالفع ندخل بها كده هات اي كتاب اصلاح قلوب هات 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 احنا كاتبين طبعا هذي الاشياء وكاتبين مصادر ممكن نرجع لها في هذي الورقة في معسكر الدعوة الى الله احنا كام واحد الوقت بيحب ربنا في مصر ان شاء الله الثمانين مليون طب كام واحد بيطبق الحب ده عمليا بقى كام مليون عشرة لو كل واحد من العشرة مليون دول مسك في لجة ابو شعبان واحد بس كل واحدة مسكت واحدة وكل واحد مسكت واحدة وتابعه وداله الشراءات اللي بيسمحها وداله ورقة زينهية وبدأ يتابعه وبدأ 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 على رمضان هيشتعل ايمانية هتيجي اخي رمضان تلاقي ملتزم اكتر منك او ملتزم اكتر منك قلبك هيسجد لله شكرا ان كنت سبب في هداية واحدة من من المسلمات المعسكرات دي اخوانا معسكرات خطيرة رمضان السنة دي خطير رمضان جاي في عز الصيف هنختار ايه هنقرب من حر الدنيا الحر الاخرة ولا عزه بالله هنختار ايه هنختار ربنا ولا المصيف رمضان جاي في عز الصيف الوقتي رمضان جاي في العز هنقضي في المساجد ولا في المصيف لو كانت دي امتحانات الدنيا اللي جاء في رمضان ما كانتش لو كانت امتحانات الدنيا اللي جاء في المصيف ما كانتش حد راح مصيف طب الوقت امتحانات الاخرة اللي جاء في المصيف هنعمل ايه ورمضان خطير عشان الانتخابات اللي بعده عشان ايه يعني عشان كما تكونوا يولى عليكم لو الامة تغيرت ايمانيا في رمضان بعد رمضان ربنا اللي هيقتل لنا احسن الناس انما لو ما تغيرناش في رمضان خلاص بقى كما تكونوا يولى عليكم الاضيه خطيرة الاضيه كبيرة جدا بازن الله يعني الورقة دي يعني ورقة البرنامج العملي اللي فراجة ابو شعبان يعني يعني يعلم الله والله يقول ان ربنا ربنا يتقبل يعني ربنا يتقبل يعني يعني الواحد بيحاول يعني باي طريقة ان يعني ربنا يستعمل ان احنا ننشر اي فكرة اي فكرة توصل الناس لربنا سبحانه وتعالى يعني فكرة الورق فكرة خفيفة وبتوصل الناس كتير بسرعة ولوف 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 مؤلفة يعني لا تتخيلوا الورق ده قبل الصورة كان بيتحارب قد ايه يعني لا تتخيلوا هذا الورق اللي كنا بنعلن عنه قبل الصورة ونقول اتصلوا على ارقام لا تتخيلوا الحرب الشعواء اللي كان بيحارب بها امنيا قد ايه لانهم عارفين ان ده نشر هدايا شكله ايه ونشر هداية سريعة الالف ورقة بكام يعني شان تجيب لك الف ولا الفين ولا خمسة توزعهم على خمس تلاف بني ادم لو خمسمية طبقوا تخيل ان سواب ده في مزانك لانك انت ادعي الى الخير وانت كنت وسطة الخير الورقة ده يعني الورقة دي لو فتحته ان شاء الله بعد الحلقة موقع الطريق لله طبعا دي امسط حاجة ده من المحمول بتاعك من المحمول هتقوم داخل على النت او اي طبعا يعني الكل عنده الوقت نت يعني الوقت الكل بعد الصورة بدخل الفيسبوك بالذات على موقع الطريق لله او على الصفحة بتاعة الفيسبوك بتاعته الى www.facebook.com سلاش دكتور حازم شمان يعني لو دخلتوا الصفحة بتاعة الفيسبوك او الموقع بتاعة طريق لله هتلاقوا ان شاء الله الورقة موجودة وهتلاقوا رقم خيري اللي هو رقم نشر الهداية اللي قلناه لكم قبل كده يعني كذا مرة وموجود على كل الورق هتلاقوا رقم نشر الهداية موجود على الموقع على صفحة الفيسبوك الرقم ده اللي عايز الفين عشر تلاف يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يتصل طبعا احنا ما يعني فيش مكسب خالص يعني فضل الله يعني يعني ويا قومي لا اسألكم عليه اجرا اجرا الا على الله يعني ربنا يتقبل بإذن الله اللي تاخدوا الرقم تطلب اي كمية ان شاء الله توصلك لحد عندك بإذن الله عايز انت تسحب وتطبع في اي دولة من دول العالم تسحب وترجم وترجم لاي لغة من لغات العالم بإذن الله سبحانه وتعالى بحيث ان احنا نبدأ نقوم فكرة الاستعداد لرمضان لان رمضان من غير استعداد يا جماعة رمضان عامل زي شحنة عشر تلاف فولت لو دتها في جسم ميت ولا هيتهز جسم ميت لو واحد داخل رمضان قلبه ميت خلي العشر تلاف فولت يجوا في قلبه هيحصل ايه انما انا عايز الوقتي ان الشحنة دي تيجي نقوم قبل رمضان نجاهد ان الامة دي تقوم قبل رمضان ان الشباب البنات الامهات الاباء الاطفال ما نستقلش باي حد الاعاجم اوروبا امريكا كل مكان في العالم كله نوصله اي طريقة لنشر الهداية يا اخواننا انا الوقتي قلت الدرس ده الكام واحد يا جماعة مليون طب المسلمين مليار وربعمائة مليون المليار وتلتمائة تسعة وتسعين مليون البقين منها يوصلهم انتو يا جماعة انتو انا خلاص اديت الدرس عملنا الورقة ادينا الدرس انتو بقى خلاص بقى تلموما بتاعكم ان الهداية دي تنتشر بقى باذن الله سبحانه وتعالى على اديكم للدنيا كلها باذن الله سبحانه وتعالى يعني دي الورقة اللي هي يعني هتبقى موجودة على الموقع احنا برضو مساعدة فيه ان الكلام يبقى عملي عملناها دي هتبقى على صفحة الفيسبوك كما اساسا هتبقى على صفحة الفيسبوك اساسا ده جدول يعني هنعمل لكم ان شاء الله كل خمستاشر يوم جدول الجدول ده هيبدأ يتدرج وحدة وحدة يعني الوقت الجدول ده بادئ بصلاة الفرائد بس مع تكبرة الاحرام في اول الوقت وربع القرآن كل يوم بخشوع وصيام يوم في الاسبوع بس ايه ده ده صغير معلش وصلاة وطر بس من قام الليل بعشر ايات لم يكتب من الغفلين انا عايزك تصلي بعشر ايات كل ليل الفتحة كم اية سبع ايات وصورة قصيرة بس ثبت الوطر في اي وقت وخلق كل مرحلة هنعمل له خلق خلق المرحلة دي بر الوالدين وبحيث ان احنا نحسن اخلقنا قبل رمضان ومعصية نتطهر منها بحيث ان احنا ما نبقاش عاملين زي اللي جيهم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة ولكن ولا عايزوا بالله شوية سيئات اتحطت في كافة سيئاتنا سفتها وطيارتها لا احنا عايزين نخلص برضو من معصية معصية اول معصية يعني هنحاول انتابع بعض في الليل غيبة اللي قبليتكو طب اللي ميش في الجدول ده ايه القضية اللي قبليته طب ايه اللي تعبه طب ايه وبعد خمستاشر يوم هنقوم داخليه مرحلة جاية المرحلة جاية مثلا هنزود ان نوفل الرواتب اللي بعدها مثلا نزود جلسة الضحى مثلا اللي بعدها مثلا نزود سماع شراية مثلا الرمضان وهكذا بحيث ان احنا نقدر واحدة واحدة نطلع قبل رمضان خلاص على الرمضان نكون جهزنا يعني فالجدول ده اللي هو الخطة نسمينا الخطة الخمسية للاستعداد لرمضان لأن احنا نعمل خمس جداول على خمس مراحل مرحلة مرحلة هتنزلكوا ان شاء الله دي على الفيسبوك انما الورقة اللي نريد ان كل واحد مننا يطبق منها قدر الوسع ولو عمل كلها لو يقدر اتنين لو يقدر على قد ما يقدر وننشرها على قد ما نقدر بإذن الله اللي هي ورقة ولو ارادوا رمضان لها عدوا لها وعدها او برنامج عمل فراجة بو شعبان او معسكرات ما قبل رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى يعني دي يا اخواننا يعني درس الليلة كان محاولة محاولة لإيقاظ قضية انا شايف انها اخطر قضية في السنة ليه لان رمضان اخطر موسم الكل بيتوب فيه طب لما رمضان اخطر موسم يبقى الاستعداد هو اخطر قضية لان من غير استعداد بلاش نحلم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم شعبان كله كان يصومه شعبان الا قليلا عليه الصلاة والسلام عشان يعلمنا غير رفع الاعمال في شعبان ان احنا نستعد الرمضان لان الصيام ده بالذات بيمثل اكبر حاجة ممكن تهبط اللي مش متعود عليه في رمضان فما قدرش يعبد لازم نستعد يا اخواننا لازم نبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام لازم نستعد الرمضان انا يعني زي ما بقول لكم كده يعني اكبر سبب لضياع رمضان على انا هقول اللي في قلبهم خير يعني انا مش هقول الوقت العاصل لبعيد اللي ممكن يكون الوقت اصلا معظم ما بيسمعناش منهم انما انا هقول اللي في قلبه خير معظم اللي نفسه يفوز برمضان معظم سبب ضياع رمضان عليه ومعظم سبب انه بيخرج من رمضان ما يتغيرش ومعظم سبب انه هو بيقدرس يسبب بعد رمضان وانه كثير من الليله الان بتروح عليه معظم السبب والله يا اخواننا انه ما استعدش قبل رمضان زي ما اللاعب استعد للمباراة وزي ما الضي الطالب يستعد للمتحانات هنشيل 250 كيلو في رمضان الوقت احنا بنشيل 10 كيلو هنقدر ازاي ماشي عارفين نجيب تلت ساعة القرآن لا نبدأ ندرب نفسنا واحدة واحدة نطلع واحدة نأخذ من الامر ما استطعنا انما القضية تبقى حية عندنا عايزين بعد الحلقة بقى نمسك المصاحف ونبدأ بقى نقرأ ونبدأ بقى نتشجع طب انت الوقت قلتنا نطلع واحدة واحدة اه اعمل على قد ما تقدر انما واحدة واحدة ده الحد الادنى يعني المدة 15 يوم ما نقلش عن صلاة الفرضة في معادها ما نقلش عن يوم صيام في الاسبوع ما نقلش عن ربع القرآن يومين بخشوع ما نقلش عن ان احنا نتر قبل ما ننام باذن الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يسددكو جميعا يعني اخواني واخواتي وربنا يبارك فيكو جميعا يعني احنا من اول الليلة يعني بدأنا سلسلة الطريق الى رمضان بدأناها بدرس برنامج عمل افراجة بو شعبان الطريق الى رمضان السلسلة دي هتبقى اساسا استعداد قرآن للرمضان هنبدأ بقى نعلم اشواء يا جماعة نبدأ بقى نتكلم في كتاب ربنا نبدأ بقى نتكلم في فهم اكتاب ربنا انا بقول لكم عسكر التفسير انا هساعدكم ان شاء الله وساعد نفسي طبعا من قبل في مسألة عسكر التفسير ده ان احنا كل مرة ناخد مجموعة من الايات ونعيش معاها او صورة او ايا مكان المهم ان احنا نعيش مع كلام ربنا ان معجزة القرآن تحيي قلوبنا قبل رمضان ان القرآن كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا الروح بتاعة القرآن دي تبس في قلوبنا تحيى القلوب عشان ندخل رمضان قلوبنا حية يبقى احسن رمضان في حياتنا واهن لريح رمضان الواحد يجد ريح رمضان دون رجب وشعبان خلاص بقى بدأت نسائم رمضان تهل عايزين ما نضيعش السواب الرهيب بتاع رجب وشعبان والسواب العظيم اللي هينباني ان شاء الله على الاستعداد لهم لان الوقت الجندي اللي مرابط مع المسلمين لو مات قبل المعركة الرسول قالك ينمى عمله الى يوم القيامة من فواد الاستعداد للرمضان انك لو استعدت فراجب وشعبان كل يوم بيموت ربع مليون من ادم يعني على رمضان شوفوا كم مليون هيموتوا انا مابقاش منهم ليه والله اعلم لو انا استعديت قبل رمضان لو موت قبل رمضان ربنا يجري ليه عامل رمضان لان انا كده ابعث على نيتي باذن الله فتبقى كأنك الجندي المرابط اللي ينمى عمله باذن الله سبحانه الله بعد موته يبقى يعني يعني ده سواب عظيم جدا للاستعداد لرمضان وسواب عظيم لمسم رجب وشعبان هذه المواسم الفضلة بدون بدع طبعا باذن الله سبحانه الله وربنا يستددكم يا اخواني واخواتي وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظ عليكم نعمه ويعني نبدأ بقى مرحلة الانطلاق ومرحلة الفتح ومرحلة الحياة مع القرآن في الفترة القرآنية دي الشهرين دول بقى ان شاء الله عشان نبدأ نرتمط بكتاب ربنا ومع كل درس ومع اي درس تفسير ومع قرائكو في التفسير ومع قرائكو في القرآن ندخل رمضان بقلوب قرآنية كل واحد منا قرآن ونيمشي على الارض يبقى رمضان بقى الاوفرشوت بتاعنا بقى بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم بلغنا رمضان واجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا رمضان واجعله فتحا على قلوب الام جمعاء يا رب العالمين اللهم اهد عصاة المسلمين اللهم انصر دينك واعز اوليائك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان ينتصر واذن لكتابك ان يحكم اللهم يا ربنا اهد العصاء اللهم يا ربنا اقمنا على مرادك منا اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك واجزاكم الله خير